من النقاط التي أسعد بمناقشتها مع الأستاذ عبد الحفيظ كورتل المستشار القانوني لقناة النهار سعيد باستضافتك أستاذ أهلا بك وكذلك أسعد باستضافة المختصفية المالية لأستاذ أبو بكر سلامي أستاذ أهلا بك البداية بك أستاذ كورتل عبد الحفيظ نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا على قانون العضو الانتخابات بتعديلاته وكذلك صادقوا على هذه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشكل استجابة ملموسة لمطالب الشعب الجزائري الذي ألصق تهمة التزوير على الإدارة خلال الاستحقاقات السابقة وهذه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي ستعزل الإدارة كليا عن تنظيم الانتخابات الرئاسية القديمة طبعا هو تعديل القانون السطسفة 16 وليس بقانون جديد تعديل لهذا القانون الذي نعتبره من أحسن القوانين في الجزائر ولكن مشكلتنا في الجزائر توفقني الرأي أننا نسن القوانين ونشرع القوانين ولكننا ندوس عليها يعني مشكلة القوانين في الجزائر هي عدم تطبيقها عندنا كثير من القوانين أنا نقول لك قانون انتخابات الجزائري من بين ما نقولك من أحسن القوانين في العالم ولكن نقولك من أحسن القوانين في الجزائر لأنه قانون العضوي وقانون يتضمن نظام ويسمى دائماً بالنظام الانتخابات قانون تقني قانون فيه أرقام وفيه أليات وفيه كثير من الأمور لما تكونش فيه قانون آخر يعني باش نضبطه مجال معين وفيه أحكام جزائية وفيه كثير من الأحكام الأخرى المشكلة أن القوانين موجودة ولكن ما كانش تطبيق يعني إذا ما فيه تطبيق حتى في ظل هذا التعديل الجديد إذا عملنا قانون وعدلناه وقلنا بأنه راح يواكب الفترة اللي نعيشيها في الجزائر نقدر نقوله فترة إصلاحات سياسية لازم تكون مرفوقة بقوانين إذا ما كانش تطبيق لهذا القانون فكأننا لم نفعل أي شيء يعني ما درنا ولو إذا درنا قانون ما تطبقناش أكثر شيء اللي لازم يكون فيه إصرار لإنجاح العملية الانتخابية هو الوقوف على ضرورة تطبيق القوانين بذحة حذفيره وبصرامة شفنا فيما سبق عملية تزوير شفنا فيما سبق عملية كثيرة تعتبر جرائم انتخابية ولم يعاقب أصحابها تماما عندنا كثير من القضايا نعرفوها ربما نرجع الأرشيف نلقاوها مرت مرور الكرام شفنا كثير من التجاوزات اللي قاموا بها مسؤولين فرضوا أشخاص إعادة انتخابات في إمانات معينة شراء الذمم ارتباط المال بالسياسة كثير من الأمور كلها تشكل جرائم وليكن عمرنا ما شفنا قضية في المحاكم إذن المشكلة في القانون أم في الذين يسهرون على تطبيق القانون المشكلة هي في الذين يسهرون على تطبيق القانون هذا جاءت هذه السلطة جاءت هذه السلطة ولكن أنا أقول لك دائما هذا هو المرجع العام اللي لازم نفتح به كل نقاشاتنا خلاص مراحل سن القانون والدوس عليه ندير قانون بالنفس عليه لا ندير قانون لازم نطبقه ونصر على احترامه يعني الآن البرنامان ولو أنه البرنامان فيه كثير من الكلام يقال ولكن صادق على قانون في مرحلة حساسة نمروا إلى انتخابات قانون الانتخاب هذا اللي تم تعديله نظر بأن كل التعديلات ارتبطت باستحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يعني كل التعديلات وبعض البنود متعلقة بترشح رئيس الجمهورية باعتبار أننا بصادد انتخابات تخصر رئيس الجمهورية نظر بأنه باقي الاستحقاغات الانتخابية كما انتخابات البلدية والولئية نظر بأنها غير معنية بهذه التعديلات كيف ترى هذا الجملة التعديلات؟ طبعا أول شيء فيما يتعلق قبل أن تحدث ربما عن الشروط الواجب توفرها في المترشح على انتخابات الرئاسية ملفات المترشحين تودع على مسوى هذه السلطة التي لديها الاستقلالية في النظر في مسلطة الإداءة كان يكون على مستوى المجلس الدستوري تم واعتبر المجلس الدستوري أنه هيئة قضائية ولكن استبعاده كما استبعدت الإدارة نلاحظ هنا أنه كان استبعاد للإدارة قبل أن استبعدوا الإدارة من العمل الانتخابي استبعدنا المجلس الدستوري أعطينا كل السلطة لهذه السلطة المستقلة للانتخابات أعطينا سلطة تلقي الترشيحات دراسة مدى تطابقها مع قانون الانتخابات ثم قلصنا المدة مدة ترد من عشرة أيام سابقة في المجلس الدستوري إلى سبعة أيام يعني أسبوع في ظل هذه السلطة لأن الأمر لا يغير بين سبعة أيام وعشرة أيام ما هو مشكلة أنا حبيت نثير نقطة فقط بخصوص المستوى المشترط في المترش لرئاسة الجمهورية يقولوا شهادة جامعية أو ما يعادلها الشهادة الجامعية كل يعرفها شهادة إنسان در جامعة عنده شهادة جامعية عنده ليسونس عنده شهادة جامعية أنا ما فهمتش وش معنتها كلمتي ويعادلها ولماذا وضيفت علش زدنا كلمة أو ما يعادلها تقول لي شهادة جامعية جبها من الخارج شهادة جامعية أو ما يعادلها أنا هذه بحث لها عن تفسير ما قيتاش تفسير يعني ما يعادل الشهادة الجامعية هذا أمر ما ننقضوش نجاوب عليه ربما اشتراط الشهادة الجامعية أستاذ لكي نضح حد للمهازل والكوميديا لأول مرة لأول مرة لأول مرة لأول مرة لأول مرة لأول مرة يحب ذا لو هذه الشهادة الجامعية تعمم في كل الاستحقاقات في البلدية وفي الولائية لأن أصدقني الآن حوالي 70% من أعضاء المجلس الشعبي البلدية البلدية والولائية وحتى البرلمان وربما مجلس الأمة ما نظنش باللي عندهم شهادة جامعية يعني هذا أمر خطير بالنسبة لرئيس جمهورية هذه بداية يعني بداية نظل بأنها لأول مرة في تاريخ الانتخابات في الجزائد وفي قاون الجزائد يتم إعطاء قيمة للشهادة الجامعية يعني الإنسان اللي يمضي عمره في الجامعة على الأقل أعطاه له قيمة أنه نجم تكون جامعي باش تترشح لمنصب معين ثم قلت بأن أكثر التعديلات المرتبطة بين قانون الانتخابات وقانون السلطة هو ارتباطهم ببعضهم يعني تم إجراء تغييرات على كل ما يتعلق بالهيئة لتصبحها سلطة في قانون الانتخابات ثم أيضا الآليات التي تعمل بها هذه السلطة رح نجد تعديلتها في قانون السلطة يعني هذا هو ربما التغييرات الوحيدة فيما يتعلق بترشيحات رئيس الجمهورية ما عدا ذلك لنظل بأن كل الأمور بقات بدون تغيير ما عدا عشرة أيام تعرضت لك كانت سابقا أصبحت سبعة أيام ماذا عن المندبيات هذه التي سيتم استحداثها على مسؤول بلدية وليات وكذلك على القنصرية فيما سبق كانت موجودة الليجان المستقلة لمراقبة الانتخابات هناك الليجان البلدية على مستوى كل بلدية ممثلة من طرف ممثلي المترشحين أو الحزاب السياسية ثم فيما سبق حتى الحزاب التي لا تملك مترشح كانت تملك الحق أنها تكون في أعضاء في هذه الليجان البلدية والولئية ولكن الآن في ظل السلطة الجديدة يجب أن يتغير كل شيء يبقى الإشراف القضاء طبعا على مستوى البلدية الإشراف القضاء بمشاركة بعض الثلاث مواطنين يشاركوا في هذه اللجنة للتطهير والإشراف وكل ما يتعلق بعملية الاختراع ثم في ظل هذه السلطة الجديدة حتما ستتغير التسمية ستصبح في شكل مندوبيات بلدية عندها نفس صلاحيات لعندها السلطة المستقلة الوطنية ولكن على مستوى البلدي فقط يعني تغير الأسم وتغير التبعية في ظل التعديل الجديد لا تكون تبعية مباشرة للإدارة نظن فيها استقلالية سمعنا من تصريح الوزر بأنه كان استقلالية مالية قانون أساسي لأعضاء هذه اللجان قانون أساسي بمعنى ينظم العمل تحهم ينظم المقابل المالي تحهم ينظم كل شيء قانون أساسي كما عندهم عمول نواب البرلمان كما كان قانون أساسي للوظيف كما كل شيء إذن وكان أحكم جزائية أيضا أحكم جزائية أيضا مستمدة من مخالفات أو من أفعال قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون يعني هذا هو الملخص لخرجنا منه هذا فيما يخص السلطة الوطنية المستقلة ماذا عن القانون العضوية ربما الهيئة الوطنية للوسطة والحوار قامت بتعديل حوالي 120 مادة طبعا هي بناء المقترحات كانت سمعتها من من حوالي ما نشعفش حامل لقاء 300 ولا 400 لقاء حوالي 6 ألف شخصية حوالي 40 حزب أو 30 حزب يعني مجمل هذه اللقاءات اشتركوا في أنه ضرورة الصهر على وجود رقابة حقيقية يعني كل هذا الناس اللي سمعوهم أعضاء لجنة الحوار واجتمعوا معهم رقزوا على نقطة وحدة قالوا لهم كل شيء نحن موافقين ما نحن موافقين فقط على آليات الرقابة لأن كل شيء يتم ولا تزوير ولا تغيير للاستحقاقات ولا لأصوات ولا كل شيء يتم على مستوى الرقابة يعني في آخر مرحلة يعني حتى الآن الإعلان عن نتائج المؤقتة للانتخابات يتم عن طريق هذه السلطة وليس عن طريق وزارة الداخلية يعني هذا أيضا شيء جديد وبالملاسبة أيضا نقول لك بأنه ربما من التجارب الندرة وهذه حقيقة اللي عنده الأكسي يقول لنا في العالم الثلاث أو ربما في العالم العربي كان السلطة مستقلة بهذا الشكل ربما كان بلد أو اثنين في العالم العربي أو ربما ثلاثة أو ربما في العالم الثلاث اللي قدروا والله عندهم وسط الممارسات السياسية عندهم أنهم يستحفوا سلطة تراقب الانتخابات بعيدا عن الإدارة أستاذ أعطي لي رأيك فقط يعني إنشاء هذه السلطة وهذا القانون الجديد يعيد الثقة للمواطن الجزائري في الانتخابات هو كبداية بسم الله الرحمن الرحيم هو كبداية صحيح هو نقطة إيجابية كما كان يتفضل الأستاذ ولكن في نفس الوقت لازم نمشي للتطبيق يعني لماذا مننا على شهر شهرين حتى نكون في الانتخابات الرئاسية راح ممكن نشوف أشياء أخرى لأنه في الواقع أمر آخر تصور انتها شحل من بلدية وكل بلدية شحل فيها عندها مكتب اقتراع إذن المشكلة في تعيين هذا الأشخاص اللي يكون متواجدين في كل مكاتب الاقتراع ثانيا شكون يعينهم ولا كيف يشتعينهم هنا هناك أمور تقنية هو صحيح القانون في البداية راح يكون فيه نقائس أكيد ولكن كنقطة إيجابية نحن نظن بأنه راح تعيج جزئيا الثقة للمواطن لتتأكد بتقدم المترشحين للانتخابات والمواطن أيضا بشي يمشي للانتخابات هذا هو الثقة هنا عبدك يثق ورح يكون اسمحي للقانون الانتخابات في مدى 135 رح يكون كين بيام 136 تتحدث عن صدور مرسوم رئاسي باستدعاء الهيئة الناخبة يعني الآن إذا كل شي جاهز مع نهاية الأسبوع نهار الحد رح يقوم رئيس الدولة باستدعاء الهيئة الناخبة القانون النص على 90 يوم الموالية طبعا لصدور المرسوم الرئاسي باش تكون كين استحقاؤات رئاسية أو انتخابات رئاسية يعني وبعدها ابتداء من صدور هذا المرسوم عندك 45 يوم لإيداع الترشوحات الآن ترشوحات مترشن باستدعاء يتروح إلى السلطة لأن قانون السلطة إذا خرج الآن يتم استحاداتها يتم تشكيلها في أجل قريب جدا إذن أستاذ يعني غدا سيتم مناقشة ومنصادقة المشروعين على مساوى مجلس الأمة ثم يصدر القانون في الجريدة الرسمية بعد صدوره يعني يمكن يستدعاء الهيئة الناخبة أنا نقول لك سأستدعاء الهيئة الناخبة يوم الأحد القادم نظن يوم الأحد نكونه يوم 15 طيب طبعا تستدعاء الهيئة الناخبة وعندك 90 يوم قلنا الموالية باش ندروا الانتخابات يعني بعد 90 يوم ثم بعد ذلك نقول لك في 45 يوم راح يتم إيداع الترشيحات لدى هذه السلطة المشكلة الآن أنه لو كان نحب ندير واحد يودع ترشيح والسلطة لم تنشأ بعد سيتم تشكيلها يعني أن الهيئة الوطنية الوسطة والحوار لا أنا تحدث من قانون الانتخابات ليقول لك بمجرد أنك تستدعي الهيئة الناخبة 45 يوم الموالية لسدور المرسوم تقدر تحت ترشيح تاك عند السلطة هذه يعني أنت لازم تكون في أجال أجال هذه نفتوحة بتدائل من سدور المرسوم لما لازم أيضا السلطة أيضا لازم تتؤسس أو تنشأ في ستقدير يوم الأثنين والثالثاء لازم تكون سلطة هذه موجودة ويتم تنصيبها باش ما الحرموش المترشيحين إنهم يدعون المريفات ندحهم في الأجال مصوص عليها في حانون الانتخابات نعم أستطيع ذا سننا